اهلا بكم مرة تانية عودة من جديد لعشرة صبحة في الاهلي وارجوكم تابعوا بمنتهى التركيز الفقرة دي لان احنا هنتكلم من خلالها عن موضوع مهم جدا عن الفيتامينس طبعا كلنا عارفين ان نقص الفيتامينس في الجسم بينتج عنه او بيتسبب فيه الكثير جدا من المشاكل طيب السؤال بقى ازاي اعرف انا عندي مشكلة متعلقة بنقص الفيتامينس ولا لا ايه الاعراض نقص الفيتامينس اللي ممكن لما ابتدي الاحظها على نفسي اعرف ان لا انا عندي مشكلة وابتدي اعمل تحليل بتاعي عشان اعرف انا نقصني فيتامين ايه وبالتالي اعالج المشكلة الفلانية هنتكلم عن كل هذه التفاصيل مع دكتورة دينا ابو السعود اللي منورانا دكتورة صباح الفل صباح الخير يا كريم الحمد لله كله زي الفل يا رب دايما احسن صحة واحسن حال واحسن صحة دي ما بتحصلش غير والفيتامينس مكتملة في جسم الانسان فا الى اي درجة نقص الفيتامينس ممكن ينتج عنه مشاكل لازم كل الناس اللي بتتفرج علينا ستات رجالة شباب جميع الاعمار يفهموا قد ايه الفيتامينات والمعدن مهمة لجسم الانسان والبقاء على صحة الخلايا وصحة منعتنا وحاجات كتيرة جدا طبعا الفيتامينات هي مركبات الجسم لا ينتجها معادة يمكن فيتامين دا لو قعدنا في الشمس الجسم ينتجها لكن معظم الفيتامينات والمعدن الجسم بينتجهاش فلازم لما فرر ان احنا ناكل الاكل الصحي ونكمل الاكل الصحي بالمكملات الغذائية لان الجسم محتاج كل الفيتامينات يوميا والاكل الصحي مش حيمدنا بها كلها فلازم نلجأ للمكملات طبعا لأن الجسم يوميا محتاج فيتامين سي يوميا محتاج فيتامين بي كومبليكس بكل أنواعه يوميا محتاج الزنك محتاج الكالسيوم محتاج حاجات كتيرة جدا جدا أعراض نقص الفيتامينات حاجات كتيرة قوي لو ما بتكلمش على يعني ممكن الناس اللي هتتفرج علي عندها الأعراض دي بس لا تعاني من أمراض زي مثلا الكسل الكسل عدم النشاط بيجي لي نزلات برد كتير في أوقات قصيرة المفروض اللي منعته كويسة راجل أو ست البرد ما يجيش غير مرة مرتين في السنة بتلاقي الناس لأ بيطلعوا من دور برد يخش في دور برد ووقت التعافي بياخد وقته أطول كل ده ممكن تبقى بي إشارات لأن عندنا مشكلة في البيتامي طبعا تنميل الأطراف الإيد والرجل واخذ التحيس كده شكشكة في الأطراف الشرابات المختلفة بالضبط طبعا عندك كمان المود سوينجز ساعات بيحصل قلق ملل اكتئاب ونحن مش عارفين من إيه يعني شوية نبقى كويسين وشوية يحصل في المود بتاعنا تقلبات مزاجية هي بالعربي تقلبات المزاجية لو هتكلم على الشكل الستات اللي بيتفرجوا علي كمان الشعر المقصف الشعر اللي مش هالثي محتاجين بيوتين ووزنك ونحاس للشعر بيوتين من أحد مشتقات فيتامين بي الوش الأصفر ستات ورجالة وشوم أصفر مفيش نظارة تشققات حوالين البق تورم في اللسان أحيانا أحمرار وتورم في اللسان لما نيجي نخسل سننة بتلاقي شوية نزيف في اللثة في اللثة فده أنا أصف فيتامين سي كل الحاجات دي تباين وكما زي ما أنا قلت كمان العدوات اللي على طول العدوة بالضبط معدل الإصابة معدل الإصابة كتير فعندي حاجات كتيرة جدا بتديني ساين مهم جدا جدا إن إحنا نحتفظ بالفيتامينات والمعادن في جسمنا يوميا ما ينفعش أن أنا أحس أن أنا ما بقولش أكل صحي أو ما بخدش مكملات غذائية وافضل كده بقى بالسنة والسنتين لأنه لو وقعه هيحصل مشاكل كتيرة جدا لا غدى عن الاتنين يعني ممكن يبقى واحد شهيته بعافية حبتين ومعدل الأكل اللي بيأكله نوعا يعني كما وكيفا مش قد كده فيبقى اعتماده الأكبر على المكملات ويبقى بيطعم بالغذة مش العكس ينفع كده طبعا حضرتك بتقول يا كريم الشهية العالية ده عمال بقى يأكل مسبكات ده بالعكس ده اللي عنده نقص يعني عنده مشكلة ما عنده الشهية قوي وبالتالي كميات الأكل ونوعياتها اللي بيكونها على مدار اليوم مش قد كده مش قد كده واحنا شايفين على الشاشة دلوقتي نقص الفيتامينز يعني فيتامين اي بيدي جفاف للبشرة والعيون ومهم أقول صحة العين هتاقى هنقراها دلوقتي في صحة العين اللي هو البليرد فيجين البليرد فيجين بالعربي بالزبط دي نقص فيتامين بي عندي كمان كان في شمورة بليرد فيجين كمان ما بيسموها كده فيتامين بي شايفين تنميل في الإيد والرجل زي ما قلت إرهاق وإكتئاب فيتامين سي نزيف في اللاثة والأنف جفاف وتقصف الشعر فيتامين دل طبعا مهم جدا برضو بنستمده من أشعة الشمس لو ناقص عندي باخد السبليمنت بتاعه ألم في المفاصل والعضلات ساقط شعر إرهاق عندي فيتامين اي ده أقوى اللي هو فيتامين ه أقوى مضاد أكسيدا مهم أدعم جسمي بالأنتي أكسيدان ضعف الخصوبة ضعف المناعة جفاف الجلد وعندي الزنك كمان بيساهم في ضعف الخصوبة دي أعراض نقص الفيتامينات مع الحاجات اللي أنا أعطى بحاجات كثيرة جدا وفي أماكن مختلفة طبعا طب بالمناسبة دكتورة دينة هل كل فيتامين بيبقى معني يعني بيبقى له نقصان الفيتامين بيقى له عارض بعينه يعني اللي عايزة أقوله هل كل فيتامين بيشتغل على حاجة معينة ولا فيه فيتامين معين بيخدم على أكتر من حاجة لا فيه فيتامينات كتير بتخدم على أكتر من حاجة طبعا زي فيتامين سي فيتامين سي مهم جدا للمناعة جدا بناخده في الكيوي بالزبط كيوي فيه فيتامين سي حلوقاوي التماطم البرتقان اليوستفاندي كل الحاجات دي أعراض نقص فيتامين سي زي ما أنا شفت زي ما احنا شايفين على الشاشة كافة في الجلد والشعر عشان هو بيدعم جدا الجلد والشعر اضطرابات في الجهاز الهضمي المعدة بتحب فيتامين سي وزينك قلتها كذا مرة ومهم جدا الجهاز الهضمي وعملية الهضم كل مرة بقول معدتي فيها مشكلة أمعائي فيها مشكلة جسم كله بقى فيه مشكلة لأن الأمعاء والمعدة هم اللي بيساعدوا على امتصاص الفيتامينات من الأكل ظهور كدمات في الجسم وبطء التقام الجروح الكدمات ستات رجالة يصحوا لقوا كدمات في جسمهم دوروا على فيتامين سي الإصابة بمرض الأسكربوت اللي هو زي ما أنا قلت النزيف بتاع اللاثة والحاجات دي وألام المفاصل طب يقول لي ألام المفاصل وعاد ما احنا عارفينه إنه كالسيا اللي دخل فيتامين سي فيتامين سي بيعزز لإنتاج الكولوجين اللي مهم لكل غضري في عشان كده بيقولك على طول كل كوارع الكوارع مليانة كولوجين فمهم جدا أن أنا أعزز فيتامين سي لأنه بيعزز لإنتاج الكولوجين اللي بينقص بعد سن 26-27 سنة بدأ ينقص لو الكولوجين نقص وشي هيبتدي يبقى فيه تجعيد هيبتدي مفاصل كلها توجعني ففايتامين سي مهم لده جدا عندي فيتامين إي كأنتي أكسيداد مضاد للألتهابات الالتهابات عندي بتعلم من حاجات كتيرة جدا التدخين بيعليل الالتهابات السكريات الزيادة يعني فرط في أكل السكريات بيعليل الالتهابات في الجسم الأكل المسبك وكل الحاجات دي الزيوت اللي احنا بنقل بيها بنقليش أكتر من مرة مرتين بالكتير تترمي على طول لأن كل ما بسخن الزيادة كل ما يطلع لي أكسادة وكل ما يطلع لي خلايا حرة بتقسي جسمي فيتامين إي مهم جدا كأنتي أكسيداد فيتامين بي كومبليكس مهم لكل حاجة كله مشتقات فيتامين بي بلا استثناء الكوبالامين مهم لتعزيز خلايا الدم عندك الثايمين ونيسين من أهم الفيتامينات اللي بتدعم للأيد وتدعم للتمثيل الغذائي هو فيتامين بي بكل أنواعه احنا شايفين على الشاشة نقص فيتامين بي كومبليكس فيتامين بي 12 الكوبالامين تعب شديد لسان أحمر منتقرح اضطرابات في الرؤية زي ما أنا قلت مشاكل نفسية مشاكل في الزاكرة ليه؟ لأنه بيدعم لي جدا الأعصاب بيدعم لي صحة الأعصاب فيتامين بي 1 برضو مشاكل في الأعصاب وفقدان الشهية تدخم في القلب فقدان الزاكرة فيتامين بي 6 تشقق في الشفاء زي ما أنا قلت الطفح الجلدي تقلب المزاج ويواخذ في اليدين والرجلين مهم جدا أننا نأخذ فيتامين بي بتراجهيز معقولة يوميا موجود طبعا في اللحوم موجود في حاجات كتير بس السابليمنت برضو لغين عنه أعراض نقص فيتامين بي ده اللي أقول عليه الملك اللي هو الكوبالامين سرعة النيسيان فقدان زاكرة صعوبة في المش سرعة نبضات القلب تخضر في الأطراف مشاكل في الجهاز العظمي التعب والإرهاق ورؤية غير واضحة وتلف الأعصاب عشان كده بتلاقي كل مرض السكر أو معظمهم الدكتور مع الرشدة سواء بياخد إنسولين أو الأدوية بتاعت السكر بيحب يدعم له أعصابه بفيتامين بي عشان بتلاقيه على طول عندهم تنميل ففيتامين بي مهم جدا فعلى طول بقول لازم يا جماعة تفهموا قد إيه فيتامينات والمعادة المهمة للجسم ناس كتير مش فهمة فدي حاجة مهمة أن كل مرة أطلع معاك أوعي الناس قد إيه الفيتامينات والمعادة المهمة للجسم هواته للأمانة دين أنت كل مرة بتطلعي معنا من ناحية بالدعمي للحاجات التي تتكلم عليها بس من ناحية ثانية بتسحبي بيننا كل الأنوع الأكل يعني كل المقال مقالي وكل الطواجن وكل الصوار أقول لك على حاجة ناكل بالمعقول مش عاكل مطبخ في وجود لا لا ناكل بالمعقول مش حلو أن أنا أحرم نفسي بس ما يبقاش حلة محشي اتنين كيلو أكله يعني بتلاقي ناس بتخلص ده ما ينفعش أن أنا أصحى الصبح أفطر على مياه غازية هو ده اللي بقوله لكن ناكل كل حاجة بالمعقول لأن أي حاجة بتزيد على الحد بتتقلب ضد في مصادر تانية غير الأكل من شوية أن في أشعة الشمس من شأنها لو تعرضنا لها يوميا في المدة كافية وفي توقيتات معينة في ده بيانتج عندها فيتامين مش عارفه دي دي طيب هل في حاجة تانية غير الشمس كمصدر غير غذائي للفيتامين معظم الفيتامينات والمعادن لا تصنى إليها يصنى حق الجسم فأحسن المصادر أنا عن نفسي كل مرة بطلع بتكلم على المكامل الغذائي اللي أنا جربته واتبسطت منه جدا دي عام لي حاجات كتيرة جدا هو ألب مالتي فيت ألب مالتي فيت بطمن كل الناس اللي بتتفرج علينا مرخص من هيئة سلامة الغذاء فدي تدي لأي حد ست راجل جميع الأعمار الأمان أننا أخذ هذا المكامل الغذائي الرائع ألب مالتي فيت مرخص من هيئة سلامة الغذاء متوافر في كل الصيدليات وانت قلت لكل الأعمار ابتداء أمن سن من 13-14 سنة هو آمن آمن جدا وطبعا العبوة سعرها كويس جدا العبوة فيها ثلاث شرايط بناخد أرس واحد أو كابسولة واحدة في اليوم بعد الفطار وشريت فيه عشر حباية يعني العلبة شهر العلبة شهر تمام نقدر نكمل عليه ما عنديش مشكلة لأنه هو مش دوى هو يعني مكمل غذائي طب لو الحباية اليومية بقوا اتنين منطلق إن ده ممكن يعني يزود الخيرات ده كويس ولا غلط هو هو معمول إنه يتاخد أرس واحد كابسولة واحدة حتى هيئة سلامة الغذاء الكاتبة على العلبة هو الأرس الكفاية أنا ما بحبش إن أنا أعمل إفراط في المكملات الغذائية ده مضر حتى في حال في البيتامينز الفيتامينات لما بأخذها بتركيز عالي جدا جدا ده تب بيبقى مع الدكتور مثلا الكالسيوم لو عندي الكتب ممكن أعلى كتير حسب الكيس حسب الكيس يعني كل ده مبني على تحليل أولي لازم نعمله عشان نعرف إحنا عندنا نقص فيتامينز ولا لا أنا مع قلبي في المالتي فيت مش محتاجة تحليل مش محتاجة لأنه هو قريدي التركيز بتاعته بسيطة ما تدرنيش في حاجة فمش محتاجة لا لما مش عصدتش تحليل عشان نشوف جدوى استخدام قلبي لو عندي ورق طبعا الدكتور بيطلب التحليل يعني عين الدم عين الدم ما فيش أي مشكلة وبتنعمل تحليل فيتامينات ومعادن يمكن الماغنيسيا بيبقى صعبة شوي الماغنيسيا موجود واحد في المية في الدم بس ماغنيسيا موجود في العضلات عشان الانبساط فلكن كل الفيتامينات ومعادن ليها هل إحنا كمصرين لدينا طبيعة خاصة مبنية إلى حد كبير على نوع الأكل اللي بنأكله وطريقة الطبخ اللي بنطبخ به يعني إحنا كشعب عندنا في أمور معينة فيها وقواصم مشتركة ما بين الناس طبعا إحنا كمصرين بنحب أول الأكل ونحب الفتة والمسبك والحاجات دي كلها والمسقع والحاجات والأكل الشوارع ده بينطج عليه أكسادة أكسادة الجسم بتعملي طلب في الخلايا أكيد فمحتاجة أن أنا أدعم بمضادة أكسادة أعتقد أن قلب مولتي فيتمن أقوى المكملات الغذائية اللي بتدعملي جدا الأكسادة أنا عندي حاجتين كمضادة أكسادة عندي فيتامين سي والأهم من فيتامين سي وفيتامين إي عشان نحاول نعادل لو إحنا بشوية بناكل الأكل يمكن عملوا دراسات على اليابانين اليابانين يعني يعني على طول الأمراض ما بتجلهمش بسرعة لأنه طبيعة أكلهم غير طبيعة أكلنا خالص كل أكلهم صحي حتى لتلاقي في المطاعم ما بيحطوا الحلويات بالنسبة لهم فكهة فلازم يعني أكيد أننا بقول أننا ندعم بالأكل الصحي ولا غنى عن قلب مولتي فيت كل مرة أقول مرخص من هيئة سلامة الغذاء موجود في السيدليات ويريد نحفظ شكل العلبة لأننا ما عندناش بدائل لألب مولتي فيت يمكن ألب مولتي فيت يعني أنا ليه بقول عليه مختلف ألب مولتي فيت فيتامينات معادن كتيرة بنسب كويسة جدا زي عندي فيتامين سي داخل ألب مولتي فيت معنا كده هدعم المناعة هدعم الطاقة هدعم نشاطي وهدعم شكل بشرتي وعظمي عندي فيتامين إي كأنتي أكسيد أنت عندي فيتامين بي كومبليكس بكل أنواع من واحد واثنين وثلاثة وخمسة وستة وسبعة وتسعة واثناشر كل مشتقات فيتامين بي مهمة لصحة أعصابنا للجهاز الهضمي لصحة الرؤية عندي الكالسيوم مهمة قوي تدعيم العظم بالكالسيوم وعندي زينك الزينك مهم جدا للمناعة وتحسين الخصوبة للرجال وعندي النحاس النحاس مهم جدا 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 فكل الفيتامين والمينرالز المينرالز موجودين داخل ألبو ملتيفيت وكل مرة مرخص من هيئة سلامة الغذاء بقالي بتاع خمس دائق عايز أسألك سؤال هو مكسوف معاك سؤال يكون أعبط من أنه يتسئل بس أنا فعلا لم أعرف التفصيل هذه هو كلمة أكسادة نحن قلنا مضاد الأكسادة وانتي التدخين بأكساد الأكل عدم النوم الأكسادة بينتج عنها بيطلع حاجة اسمها خلايا حرة مالهاش مستقبلات في الجسم خلايا بتمشي تدمرني الخلايا أنا بسمي الأكسادة موت بالبطيء وأكيد لو أنا مثلا ما بقولش مثلا أكل صحي يعني بتلاقي أي حد بيخش في قصة الأكسادة التقدم في العمر أكساد الشمس التعرض للشمس من غير ما استخدم مواقع الشمس بتاعي بيأكسد في الفترات الطويلة يعني عندك الأكل غير صحي بيأكسد والأكسادة بتطلع اللي بتزود للالتهابات فلازم أدعم والتدخين طبعا فلازم أدعم بأنتي أكسدن عندي داخل ألف مولتي فيتامين ها وفيتامين سي فيتامين اي وصي الاتنين هايلين الحقيقة طيب تعالي بقى ندخل على أسئلة الناس اللي بتابعونا وسيد رامي عادل بيقول كنت عايز أسأل إزاي أعرف أن أنا منعتي ضعيفة علما بأن أنا عمري 35 سنة نعرف منعتنا ضعيفة من حاجات كتير لو أنا مثلا بدخل في عدوى كذا مرة بيجي لي برض كتير كمان مشاكل الجهاز الهضمي أكيد يبقى أنا كده عندي خلل في المناعة لو عندي مشكلة في المعدة أو الأمعاء فعندي حاجات التهابات الكتير الاسترس مهم جدا النوم المتأخر طول الوقت الصهر ونوم 7 الصهر اليوم المقلوب ده يضعي في جهاز المناعة جدا فلازم نعمل ده برضو طيب سؤال تاني من أحمد عطالة بيقول سلام عليكم وعليكم السلام وبركاته بيقول أنا سؤالي هو بيقول أنه يعني ما بيهتم مش خالص بفكرة أنه ياخد فيتامينز وكان معتقد أن الفيتامينز دي حاجة ما بياخدوهاش غير الناس اللي بتروح الجيم وبانتظام فبيسأل حضرتك بيقول لك عايز أعرف إيه الأضرار اللي ممكن تنتج عن أن أنا ما بياخدش فيتامينز وهل الموضوع ما ينفعش يقتصر على الفيتامينز اللي موجودة في الأكل الصحي بس ولا لأ وبيشكرك طبعا الفيتامينز لازم كل الناس تعرف قد إيه مهمة الفيتامينات والمعادن يمكن لونس باولينج ده عالم كيميائي واخد جائزة نوبل مات من زمان يعني ده كلام ده زمان واخد جائزة نوبل في علم الكيميا قالك لو أي بني آدم توصل للمعدن النقص في جسمه هيقل نفسه من مشاكل صحية كتير جدا مهم جدا الفيتامينات والمعدن ونقصها لكن اللي قالوا ده قبل بقى ما يكتشفوا موضوع التحليل مش كده برضه لا عشان في ناس كتير مش فهمة يعني كل بيأكلوا أكل مش كويس أو أكل غير صحي والحياة ماشية وما يعرفوش أن عندهم نقص لأن ممكن عندهم نقص عندهم الأعراض ومش فهمين دي أعراض إيه فاكرين ده طبيعي لا مش طبيعي مش طبيعي أن أنا أصحى بقى نايمة 8 ساعات في اليوم وأصحى مش عارفة أنزل شغلي وتعبانة أفطر ونام ده مش طبيعي مش طبيعي أن أنا كل الوخم المبالغ فيه لا يعني ما تاخدوش أي عراض أنه هو حاجة طبيعية لا مهم جدا أن أنا أركز بفيتامينات والمعادن وكل مرة أقول أن مهم جدا أي سابلمنت أو أي مكمل غذائي بناخده نعرف مصدره ونعرف ترخيصه هيئة سلامة الغذاء تحت إشراف وزارة الصحة طبعا ألف مولتي فيت واخد الترخيص وكفاية أنه موجود في السيدليات مش ممكن أي سيدلية في مصر هتحط مكمل غذائي غير مرخص لا يمكن فده يدي أمان وكل مرة أقول المكملات الغذائية نعرف مصدرها ألف مولتي فيت آمن جدا طيب هل المولتي فيتامينز من حيث المبدأ من شأنها تساعد على زيادة الشهية مثلا دي مقولة لا هي بتزاعد بتدعم التمثيل الغذائي يقولك إيه مش اكتساب الوزن لا لا يمكن بالعكس يمكن في حلقة تانية هتكلم معاك على التمثيل الغذائي وقال إيه الفيتامينات المعادة المهمة للميتابوليزم بتاعي وصرعة الأيد بتاعي بالعكس أنا عندي فيتامين بي بكل مشتقاته مهمة جدا لعملية التمثيل الغذائي لأنه بيحول لي الأكل والشرب لطاقة بيحول لي البروتين والدهون لطاقة فأكيد مع فيتامين بي هيحسن لي جدا أو أكيد ألف مولتي فيت بيحسن جدا عملية التمثيل الغذائي وبالتالي بتخس كمان يعني أنا ما أخرجوش أنت مرّة لفاتت قلتاليا كريم بعد الجملة اللي أنت قلتها وختمت بيها أنا مريش مالتالي لأنك قلتالي أنا عايز دينا وليلي على فيتامين بيتاخن لا تأخدش لا تأخدش ألف مولتي فيت دايماً بقولك أنا دايماً كل ما أشوفك أقولك أقولك الطب يعمل شغل اللوز اللوز فيما يتعلق بإنقاص الوزن يجبا عند الناس اللي زي حالاتي عايزين يزيدوا والطب بيقف عامز يمتع كثيرا العالم كله عايز يخس مرسي يا كريم نوارتين أدينا ونشوف إن شاء أضاع لكيف حلقة جديدة من البرنامج وأكيد كل شكر حضر حضراتكم على حسن المتابعة نطقي غدل إن شاء الله قبل دلوقتي بساعتين يوم جديد وحلقة جديدة وعشر صبح بالأهلي صباح يقول عليكم